أما الإمام الثاني من آئمة مصر من تلاميذ الشافعي فهو الربيع ابن سليمان المرادي كان تلميذاً له وكان راويةً لأكثر كتبه وكان أيضاً خادماً للإمام الشافعي ويكفيه شرفاً أن كتاب الرسالة في علم أصول الفقه أول ما أقول في علم أصول الفقه رسالة الشافعي هو الذي رواها المرادي وكان مشهوراً باسم المؤذن وهناك عالم آخر أيضاً من تلاميذ الإمام الشافعي هو الربيع ابن سليمان مثل صاحبنا اسمه لكن اسمه الجيزي وكان مشهوراً بالأعرج فهناك اثنين من تلاميذ الإمام الشافعي كلاهما من مصر وكلاهما كنيته أبو محمد كلاهما اسمه الربيع ابن سليمان هذا يسمى المرادي وذاك الجيزي هذا يسمى المؤذن وذاك يسمى الأعرج فكان يسمى المؤذن لأنه كان يؤذن في الجامع الكبير بالفصطاط فشأن المؤذنين إذا انطلقوا إلى العلم وتفرغوا له يصل إلى هذه المكانة العظيمة وبعد وفاة الإمام الشافعي كان الناس يرحلون إلى المرادي طلباً لعلم الشافعي وكان إذا ذكرت كتب الشافعي يقال من رواية الربيع فالربيع المقصود به هو صاحبنا المؤذن يقص الربيع هذا مدى صلته بالإمام الشافعي ومدى فراسة الإمام الشافعي فيقول كنا جلوساً بين يدي الشافعي رضي الله عنه أنا والبويطي والمزني فأحياناً خاصة الإنسان إذا كان يعني مطيع لله عز وجل وعالم ويرارب بنور الله أحياناً تصدق هذه القضية والحديث تقو فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله فيقول نظر الشافعي إلى البويطي فقال ترون هذا أما إنه لن يموت إلا في حديده يموت مربط بالحديد وفعلاً ذكرت لكم كيف مات الإمام البويطي في محنة خلق القرآن في سجن بغداد أخذوه من مصر إلى بغداد وعدبوه ومات في السجن مربطاً بالحديد ثم نظر إلى المزني فقال ترون هذا أما أنه سيأتي عليه زمان لا يفسر شيئاً فيخطئه ما يفسر أي أمر إلا ويصيب التفسير الصحيح ثم نظر إلي نظر إلى الإمام الربيع بن سليمان المرادي فقال أما إنه ما في القوم أحد أنفع لي منه ولودت أني حشوته بالعلم حشوة يريد كل العلم اللي عندي أنقله وحط فيه لأنه هو الذي سينشر علمي ومذهبي وفعلاً صدقت هذه النبوآت الثلاث فراسة المؤمن كان ينظر بنور الله وكان ذا إيمان وفراسة رحم الله الشافعي الربيع جلس قبل مجيء الإمام الشافعي لتلقي العلم من كبار العلماء من ابن وهب صاحب الإمام مالك والليث وغيرهم روى عنه أيضاً عدد كبير من العلماء من رواة الحديث مثلاً الإمام أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي فهكذا كان الإمام المرادي وقد عمر طويلاً عاش عمراً طويلاً ولد سنة 174 هجرية ومات سنة 270 هجرية يعني 96 سنة فأدرك عدد كبير من الأئمة ولذلك انتشر علمه وروا عنه كبار العلماء وأما سميه الربيع ابن سليمان الجيزي وهو شبيه في الإسم والكنية كلاهما أبو محمد لكن هذا الجيزي وذاك المرادي الجيزي نسبة إلى الجيزة كان أيضاً من تلاميذ الإمام الشافعي وكان بالإضافة إلى أنه من تلاميذة كان واسع المعرفة في الفقه وأصول الفقه وفروع المذهب المالكي قبل أن يأتي الإمام الشافعي وقد روا عن عبد الله بن وهب صاحب الإمام مالك وعبد الله بن عبد الحكم وإسحاق بن وهب وغيرهم وروا عنه كبار العلماء ومن بينهم أصحاب الكتب الستة ومن بينهم طبعاً أبو داود والنساء وغيرهم الربيع الجيزي كان عاقلاً متسامحاً من سماحته ونحن نتعلم الأدب من أمثال هؤلاء العلماء كان من شدة سماحته أنه كان يعبر طريق يوماً فرمي عليه رماد فنزل من دابته وأخذ ينفض عن نفسه الرماد ولم يقل شيئاً ولم يعتب حتى على الذين رموا الرماد فقيل له ألا تسجرهم؟ يعني على الأقل يشوفون قبل ما يرمون فقال كلمة عجيبة تدل على مدى تعلق بالآخرة قال من استحق النار وصولح بالرماد فقد ربح يعني أنا من كثرة ذنوب أستحق النار ما يصيبني إلا رماد ياريت كافي كان هكذا رحمه الله في سماحته وننتقل إلى إمام جليل عظيم هو أبو إبراهيم إسماعيل ابن يحيى ابن إسماعيل المزني وهو كذلك من أهل مصر الإمام المزني العالم المجتهد الحجة الزاهد كان الشافعي يقول عنه من شدة قدرته على المناظر والحجة يقول الشافعي عن المزني لو ناظر الشيطان لغلبه هكذا من شدة قوة في الحجة وروينا قبل قليل أن الإمام الشافعي كان يقول عنه سيأتي عليه زمان لا يفسر فيه شيئا فيخطئوه كان الإمام المزني بالنسبة للشافعي مثل محمد بن الحسن بالنسبة لأبي حنيفة ومثل ابن القاسم وابن بهب بالنسبة للإمام مالك كتب من كبار الكتب وأعظم الكتب في المذهب الشافعي كتب الجامع الكبير والجامع الصغير والمنثور والمسائل المعتبرة والترغيب في العلم والوثائق والمختصر وكلها مما نقلها عن الإمام الشافعي ومسائل الإمام الشافعي ولذلك كان يقول عنه الشافعي المزني ناصر مذهبي والذي يقرأ مختصر المزني على كتاب الأم يعرف مدى ما كانت هذا الرجل رحمه الله تعالى كان من شدة حرصه وتقواه كان كلما كتب مسألة من المسائل كان يصلي ركعتين هكذا كان رحمه الله تعالى كان من الزهد بدرجة تندر مثلها بين العلماء ولم يكن من أصحاب الإمام الشافعي أحد يتجرأ أن يتقدم عليه في العلم أو الفضل أو الزهد أو الاستقامة وعاش عمرا طويلا عاش تسعة وثمانين سنة وتوفي في رمضان سنة 264 نجري من تلاميذه الكبار كذلك في مصر يونس ابن عبد الأعلى وحرملة التجيبي ومحمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم أولهم هو يونس ابن عبد الأعلى وهو أيضا من أهل مصر وكان موسوعة من موسوعات الدين روى عن سفيان بن عيينة الإمام العلم العظيم وعن عبد الله بن وهب تلميذ الإمام مالك وقائد المذهب المالك من بعده روى عن يونس ابن عبد الأعلى الإمام مسلم والإمام النسائي والإمام ابن ماجه وغيرهم وكان علامه في علم الأخبار وفي الصحيح من السقيم وهو أيضا من القراء أخذ القراءة عن ورش وغيرهم وكان من أعقل أهل زمانه صاحب الإمام الشافعي فترة طويلة ولزم مجلسه وأخذ عنه الحديث والفقه وحدث عنه بالأحاديث وحدث عنه بمسائل الفقه وكان الإمام الشافعي يثق به ويستريح إليه ويعتز به وكان يقول ما رأيت بمصر أعقل من يونس ابن عبد الأعلى لما وصل القاضي بكار إلى مصر سأل محمد بن الليث وهو من كبار العلماء هناك التقى به في الطريق بين مصر وبغداد فسأله من أشاور في مصر ومن أثق به فقال عليك برجلين أحدهما عاقل هو يونس ابن عبد الأعلى والآخر عابد من الزهاد وذكر له اسمه فهكذا كان يعد وكان أيضا يعد بالإضافة إلى علمه من الأتقياء الورعين الزهاد وكان يروي الحكم عن الإمام الشافعي ومن الحكم التي يرويها يقول سمعت من الإمام الشافعي حكمة لا تسمع إلا من مثله وهي رضى الناس غاية لا تدرك فانظر ما فيه صراح نفسك في أمر دينك ودنياك فالزمه إلا تحاول ترضي كل الناس انظر ماذا يصلح دينك ودنياك فتمسك به وكان هو الذي يروي على الإمام بيتين يقول فيهما ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك وإذا قصدت لحاجة فاقصد لمعترف بفضلك طبعا الإمام الشافعي هنا كأنه يقول يعني أحيانا لا تجد من تعتمد عليه إلا أن تقوم بالأمر بنفسك طبعا هذه قد يفسرها بعض الناس بالمركزية لكنها عند الإمام كانت مسألة تخلو من المركزية ولو كانت مركزية ما اعتمد على تلاميذه في كتابة كتبة ونشر مذهبة كان اعتمد على نفسها واكتفى لكن كان هنا يقول أحيانا يحتاج الإنسان أن يباشر الأمر بنفسه وكان أيضا فيها حكمة أخرى يقول إذا احتجت إلى معروف إذا احتجت إلى حاجة فاذهب إلى من يعرف مكانتك لا تذهب إلى واحد ما يعرفك اذهب إلى من يعرف فضلك وكان يونس من الفضل والعلم ما جعل الإمام الجليل بن جرير الطبري يدرس على يديه وقد عاش عمرا طويلا عاش 96 سنة رحمه الله تعالى